بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله المعبوس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين معكم اخوكم عبدالنص الاحمد لعمل اه شرحات الخارصة مع اه 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 اتمنى ان لكم تدروا اه تدرون على اليوتيوب بانك انت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب او في محرك البحث في جوجل تكتب ابو سلمة لعمل الشرحات الخارصة والطور ده وان شاء الله هتنزل لك كل حاجة اه احنا عملناها وارجو من حضرتكم بالتعديل اه ونتمنى من رطانة رحمة تعالى ان احنا بنامتدود ان شاء الله احيان اشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. المرات بقى اناعمل الاختبار اللي هو او التغير الحجمي في الاسماد. اه عشان اعمل الاختبار دوت لازم اوصل لعجينة قياسية. العجينة القياسية ده مع مناعة بكده وغالبا غالبا هتبقى في اللقاء السابع جايبة احنا ازاي جبنا العجينة القياسية. ومع الان الاختبار دوت هستعمل فيه جهاد بيكات اللي هو جهاد السيديجيطائي وهستعمل فيه حاجة اسمه الجهاد اللي هو اللوشة تليه. ممكن تجيبه هوت ده اسمه اللوشة تليه. في عندنا حتين اسمهم اللوشة تليه. اللوشة تليه بتاقرب اس بي التمدل بتاع اسمنت او تغيره في الحاجة. وجهات الشتليه الافيكات عامل اللي هو منجيب بيه والد النوعي للأسمنت. وفي عندنا حتين اسمه اللوشة تليه. ده خلاص فيه زبا كده احنا هنشتغلها دلوقتي في الجهات اللي هو اللوشة تليه لها. عشان هو يعملها لازم يعمل اه يجيب عجينة لاسية. هقوموا دلوقتي طريقتها ازاي وبعد كده هنشوفها في الفيديو مع بعض. وهنجيب من وصفة اللي هات تتكلم عليها. الجهاد زود لازم تكون الفتحة بتاع شديد ما تتعداش نص ملي. الفتحة اللي هي بتاعت الشق دوت. وده هنا عبارة عن دراعين او عمولين دول اللي بقيس بيهم المسافة لما العجينة نعبيها مع بعض ويشوفها. نشوف الزيادة في الحج هتضغط على الحديد دوت المعاين ده. والزيادة دي هي المسافة او المقدار اللي هو زادته عائلتي الاسمنت في بعض مجال فتحة. هنجيب طريقة الصد بتاعتها هو هي ان هجيب لعاجيننا الخياسات ده دمان اول. ان هو وإحنا بتجيب معها وعرفنا ان هي بتبقى في هدود تمائة وعشرين في المية لتسعة وعشرين في المية على حسب عملة الاسمنت. الطريقة هجيب لقد الاسمنت 500 جرام. وبعد ما يحدد العجينة القياسية بتاعته هيحددها ازاي? ان هو هيخلط. حط المية. وبعد ما يحط المية هجيبت الاسمنت. وهيخلط الاسمنت والمية تسعين سانية. بعد كده هيوقف يلوكي اي حاجة نتقى في جناب المكسر خيسقطها. وبعد كده يعيد الخط التاني تسعين سانية على نفس السرعة البطينة. بعد ما خلصها هيبتدي يستعمل جهاز جيتك ويمصل بالمية الخياسية اللي هي الحق معه ستة او زائد او ناقص تلاة ملي يعني من ثلاثة لتسعة اهي. يعني من ثلاثة لتسعة ملي. ده بالنسبة لبكود الحديث ده هو بتاع الفين والتمانية والفين وعشر. لكن كود بتاع الفين وخمسة بيقول اا ان المسافة بتبقى ما يبقى مع بعض زائد او ناقص واحد يعني من ثلاثة لخمسة. حتشان انا اعطم الحديث ده هو ثلاثة وثلاثة حسب يكونوا. بعد ما خلص العجينة بتاعة وحقات الرقم بتاعة كده العجينة دي صالحة ان هو يحكم عليها على مدد الاسمنت. يعبي الانت داوة الماضي دا هيحط تحت مينه. زي جدا. وهي عبي العينة الاسمنت جوه الجهاز دا تلوشة ليه من غير ولا دانك ولا هز. وقعدين يحط الزيزة تاني. ورحات التقل دا. التقل دا هو تقلك ما قلش عن خمسة وسبعين جرام. لا اه فدوت احنا وزنناها عارت منهم الجرام. هو ادي دي يحطها. وبعد جاي يحفظها في اه مية تكون اه مغطيها كلها خالص. على اساس دا هو الطالب ان الرطوبة ما تقلش عن تسعين في المية. لكن هو هو شغال. هو شغال دا من البعجلة وغرفة بتاعته اللي احنا فيها ديه كلها. لدي تكون الرطوبة ما تقلش عن خمسين في المية. ودرجة الحرارة من التمنتاشة هدين وعشرين. اهنا بظل مزبوطة الحرارة هي. ما هي دي الحرارة هي. الرطوبة هي واحدة خمسين يعني في اللي بتقلش عن خمسين. والحرارة عشرين زائل اقص اتنين يعني من التمنتاشر لاثنين وعشرين. هو كلها لذولهم هي اتنميون. كده احنا قولنا الطريقة بتاعتها. ووصف شكل الجهاز عامل ازاي? وهيغليها بعد كتا تلس ساعات وحاجات من دي اللي احنا هنشوفه في الفيديو اللي احنا هنعمله مع بعض. زي ما اتفقنا مع بعض ان شاء الله اه في كل الاختبار بتاعتنا ان احنا بنوصق كل الاعمال اللي احنا بنعملها مع بعض. اه دلوقتي اه هاكد له نجيب المواصفة اللي احنا هشغلين بها. والمواصفة اللي هشغلين بها اللي هي مية ستة وتسعين مبارة تلاتة. في سنة خمسة وتسعين. وادي البيانات بتاعتها. ادي اهوة المواصفة البريطانية طبعا اللي هي تابعة الاتحاد الاوروبي. هنا طريقة اختبارات الاسمنت. واحنا هنا هناخد الجزئية اللي بتتكلم على لو بجينا للجزئية اللي هي بتاعت عملناها قبل كده. فاكتر من الحلقة. لكن الموضوع النهاردة هيبقى على اختبار او التمدل للاسمنت او الطرقية في الحاجب. وآآ عن طريق اختبار اللي هو شاتل ايه. هنشوف الصفحة اللي هي بتتكلم على الكلام اللي احنا آآ هنقوله ان شاء الله في الحلقة دي مع بعض. هجيب الصفحة دي من المواصف عشان لو في اي حد من زمائلنا عايز يراجع. احنا قلنا في المقدمة مع بعض قبل ما نشتغل قلنا. هنستعمل الجهاز اللي هو آآ جهاز او اللي هو الجهاز آآ اللي هو استعملناها مع ودي اه طريقة الخلط آآ بتاعته. لو برضو في اي حد اه دي الطريقة هي دي خمسمائة جرام ونبدأ مية خمسة وعشرين آآ جرام مية من قيمة الاسمنت. آآ وهكذا غيرت ما نوصل لعجينة قياسية اللي من خلال هنقدر نحكم على اي آآ اختبار بالنسبة لاختبارات الاسمنت. وهنا آآ وهنا شكل الجهاز ههوت برضو اللي احنا هنشتغل عليه هنشوف الفيديو مع بعض. دي الصورة اللي هي عفوا. اللي هي آآ بتوصف الجهاز. والوصف ده طبعا كان واضح كله في الحلقة اللي كانت خاصة بآآ اختبار. آآ ودي حضراتكم الجهاز اللي احنا بقول عليه الجهاز اللي احنا بنقيس آآ آآ من خلاله او استعماله ان يشوف التمدد للاسمنت. آآ ده زي ما احنا شايفين الاسمة ديت وحنا شوفنا في المقدمة واحنا بنتكلم عليها آآ وشوفنا شكل الجهاز آآ آآ ومقاساته ودي مقاساته واضحة في الصورة برضو يعني هو نفس الجهاز اللي احنا طبعنا عليه الاختبار. وده اللي هستعمله برضو احنا بنعمل الفيديو مع بعض. احنا قلنا طول الدراعة ده زي ما هم قلنا قبل كده خمساشر سنتي بس فينا بتقول هون اتناشر لخمساشر لكن هون متحدد آآ بخمساشر آآ آآ سنتي ودي الشق دوت اللي هو بيقفل الحلقتين دول بيقفل الحلقة على بعضها. والمسافة الدية مطال بتاعته اللي هي آآ تلاتة سنتي. في حلقات قبل كده احنا اتكلمنا وقلنا ان في تحديث للأكواد الراجل بتاع المعمل بيكون شغال بيها ولازم يكون هون ملم بيها على ده مقدر عشان يتابع عشان مبقاش فيه خلاف عنده ويبقى فيه آآ تشتيت في الداتة. آآ المصف اللي اقولنا عليها ديت اللي هي مئة ستة وتسعين بار تلاتة لسنة آآ آآ وخمسة آآ زي ما قلت لحضراتكم آآ آآ دي بتتكلم علي المية اللي هي ستة زائد او ناقص واحد يا راح حسبناها اللي هي من خمسة لآآ لسبعة. ناخد بالنا من دي اهيت واضح اهيت من خمسة لسبعة. طيب ايه الفائل اللي ما بينها وما بين المواصفة الحديثة اللي احنا نشغالين بيها. آآ هنشوفها برضو نبتح المواصفة التانية برضو ونتأكد ونشوف ايه الفائل اللي ما بين دي اه 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 اللي اتحدثت اللي هي هي واضحة ايت مع بعض ايت آآ بي اس اي ان آآ مية ستة وتسعين بارت تلاتة لسنة الفين وخمسة اللي اتحدثت في الفين وتمانية. ايه الفائل ما بينها وبين المواصفة اللي احنا شوفنا مع بعض ده الفرر ما بين الفين وتمانية والفين وخمسة هجيب الصفحة بقى اللي احنا بتكلم بخصوصها. الجزء اللي احنا بتكلم بخصوصه. هنقول لحضراتكم ايه الفرر؟ هدي قدام حضراتكم الصفحة او جزئية اللي بتوضح الفرق اللي ما بين آآ كود الفين وخمسة وكود الفين وتمانية. هما دولة البنوت اللي فيهم الفروق لو اي حد عايز يراهم. ادي ادي من اول هنا كده. اعيد كده. اهو ادي نوع ديناهم ادي بنت اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر بنت. دول هما بيتكلموا على الفروق اللي ما بين آآ الفين وخمسة والفين وتمانية. هتلاقي فروق بسطة جدا بتكلم على الرطوبة دي عايز الرطوبة ستة تسعين في المية لا التاني عايز الرطوبة خمسة وتسعين في المية. اه دي عايزة المية القياسية مش عارف اربعة دي لرس خمسة ودي عايزة مش عارف يعني فرق ملالي بسطة جدا. ازا احنا هنهتم بالكون اللي انا شغال به في المشروع. حسب ما المشروع انا شغال اه فيه اه هطبق المواصفة المطلوبة عندي. سواء كانت اه تمانية وتسعين سواء كانت الفين وخمسة سواء جاءت الفين وتمانية سواء كانت مسلا رباني يدي له ديكو طورة العمر مسلا الفين وعشرين. كل خمس سنين احنا عارفين الاكواد دي بتتحدث. او في مواصفات بتتحدث كل تلات آآ سنين. وممكن برضو تشتغل مشروع يكون الكود بتاعه الكود الامريكي. ما تقلقش انت من حتة آآ اسم المواصفة ولا آآ ولا التاريخ الصدور لها. انت هتم بالمواصفة اللي انت شغال بيها. لكن الطريقة واحدة. طريقة الاختبار في اي شيء واحدة. ما فيش اي خلاف. ما فيش اي خلاف. نرجع بقى للموضوع الحلقة بتاعتنا اللي احنا هنتكمل فيها الاختبار. زي ما اتفقنا وقلنا. ادي هنا ده ما قلنا هيوزن آآ وزنة الاسمنت. آآ هي آآ خمس سموية جرام زي ما قلنا بكده في المقدمة بتاعت الحلقة. ويوزن المية القياسية. طبعا احنا قلنا هيحط خمسة وعشرين في المية من وزنة الاسمنت. لكن انا باجري هنا عشان هو اشغال اسمنت كتير وآآ ادري يارف المية قدير فاحنا عملناها بكده في حلقة بكده. وديرنا نجيب المية القياسية او نحدد العجنة القياسية اللي من خلالها نقدر نحكم على اسمنت. فهو وزن هنا تقريبا آآ مية اتنين واربعين جرام وسبب عشرة. وطبعا بيرتب اموره ان اللطوبة بتكون آآ ما تقلش آآ عن خمسين. والحرارة ما بين آآ طمنتاشر لاتنين وعشرين. على حسب برضو المواصفة اللي يشغل بها. يعني الكلام مش قرآن. لكن الطريقة ما فيهاش اي خلاب. الطريقة بتاعتها زي ما قلنا آآ طريقة الخلق. هيحط المية في المكتر الاول. وبعد ما يضيف المية آآ هيضيف لها الاسمنت. آآ واستنى فيه فيه مواصفات بتقول يستنى خمستاشر ثانية وفيه مواصفات تقول يستنى ثلاثين ثانية عشان يحصل امتصاص للاسمنت مع المية. هنا قال خلال عشر ثواني آآ تكون ابتداء التقليب. هو هنا لو ناخد بالنا من الساعة آآ خلط اول جزئية الاسمنت والمية المدة دي او نص او تسعين ثانية على السرعة البطيئة. على السرعة البطيئة. بعد ما يخلص اول جزء من الخلط بيقف لمدة تلاتين ثانية لو فيه اي حاجة لازقة في جناب المكسر او في جناب الحلة. بيسقطها في المكسر من تحت. وبعدين يقلب تاني آآ دقيقة ونص او يقلب تسعين ثانية متصلة برضو على السرعة البطيئة ولازم يكون سريع. بعد كده بياخد العجينة بتاعته ويبتدي يعبي الالب بتاعه وحنا قلنا هيستعمل جهاز يعني يطلع الاختبار من جهاز عشان يقول العجينة ديت واخدأ المية بتاعته. هو ده عبي الالب من غير دامك والهز وبيسوي بيهزبه كويس. زي ما احنا شايفين كده وعدين يحطوا على الجهاز. ويبتدي بيستفر بيما حاجة كويسة جدا ان هو بتاكد ان الجهاز آآ على الزيرو قدام منه. زي ما احنا شايفين ادي العلامة اللي في العمود. اللي هو احنا قلنا وزنه او تقلو تلتمائة جرام. ودي المصطرة اللي هي طولها اربعة صنطي او اربعين ميلي بيأكد ان الزيرو اصاد علامة العلامة المقابلة ليه بالزاد ما يكونش فيه فرق لان احنا قريتنا بالملائة. وبعد كده بيستنطر العمود في منتصف العجينة ويستنى سانية اهو بيستنطرها الراجل ما شاء الله. ويستنى آآ سانيتين ويعمل اختراك بيسيب العمود يندل في وسط العجينة على حسب طول. وهو بالراجل بيبصة اهوت وهي هنا لو احنا لو احنا قدرنا عشان نشوف الصورة كويس ممكن تغير صورة الفيديو على اللي هو سبعمائة وعشرين. علشان تشوفوا الصورة كويسة الكاميرات كويسة وممكن تشوفوا الصورة حالية. فهي كده اجانة معها تقريبا تمانية. ازا العجينة دي يقدر يحكم آآ من خلالها على الاسمنت ويشوف التمدل بتاعتي. يبتدي بقى يجيب الجهاز اللوشة اللي احنا شفناه في المقدمة ووصفناه وشفناه في المواصفة ودرنا نبين مقاساته وابعاده. نبتدي برضو يعبيها من غير لاهز ولا دمك ويسويها. وبيحط تحت الجهاز دوت لوح زجاجي. وفوق منه لوح زجاجي. ويحط تقل. التقل الوقت الكود بيقول ان ما يقلش عن خمسة وسبعين جرام. احنا الكود بتاعنا ده هو التقل ده هو التقليم حوالي ميت جرام. هو الراجل كاتب في الكود لو 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 الناس بتقرأه برضو. اه لو العملية احتاج التقل اقتما كده يحط. مفيش مشكلة. بس يمش نحط كيلو. لأ. هو ما يحاول ما يزودش عن ميت جرام. طيب بعد كده قال لك هيسيبها في آآ درجة حرارة عشرين زادة ونقص اتنين يعني من تمنتاشر ليه آآ اتنين وعشرين ويتحطها في حمام آآ مية. علشان هو طالب رطوبة ما تقلش عن تسعين. ورطوبة مش يتحقق الا في حالة كل ان العجينة جوه المية. ويسيبها لمدة اربعة وعشرين ساعة. بعد اربعة وعشرين ساعة هيطلع الجهاز بتاعه يفكوا بالراحة بكل حرز. ده ما احنا شايفينه الراجل هوت شكله كده بيطلع اهو فكها. ويعمل ايه اول خطوة نركز فيها دي عشان هو مرحلة الحسابات والحصول على النتيجة اللي من خلالها هحكم على الاسمانت وهشوف تمدد قديم. هو هنا بيعمل حاجة الظريفة كده هوت بيعمل يعني عشان هو لو اعاد بمسك المسطرة على العمودين دولت اللي هم اطنوا خمس سيار سنتي ممكن يهتزم النفوع بيسبتها وبيعمل نقطوطين بالالم. ويحددهم بعدين ياخد الجهاز بتاعه دوت ويحطه في حمام المية ويغليه لمدة قديمها تلات ساعات متصلين. تلات ساعات بداية من مرحلة الغليان. مش من اهم يحطها اللي هو عنده مسلا هيتر او حمام مية. هو عارب ان الدرجة الحغارة مية هتوصل بعد قديم. ويسيبها تلات ساعات وده الفرق اللي ما بينها وبين الكود اللي هو البريطاني او الكود المصري اللي بقول لها لمدة ساعتين. برضو ناخد بالنا من دين. بعد التلات ساعات يبتيجي يطلع الجهاز بتاعه. وطبعا عشان سخنه مسكه باي حاجة. وهيبتدي بقى ايه مش هيقيس. لا هيسيبه اه لمدة يعني مش لمدة محددة لأ. عشان يقيق يلغاية ما تبرد وطبقى في نفس درجة الحرارة اللي خاد فيها الانشيا. وهو انا كان عامل العلامتين علامة اللي هي الاولمية بتاعت الاراة البداية ويحط نائل في مكان تاني ويعمل برضو علامتين اه عشان يقدر يحدد الفرق في الطور. دي احدى الطرق يعني لكن هل طريقة الاياس اللي بيس بها الراجل ده ملزمة? لا مش ملزمة. ممكن تقيس بالكاليبر مباشرة اللي لو تقدر تتحكم في العمودين بتوع الجهاز. فهو هنا اهو كاتب اول علامتين كاتب جنبها والتانية كاتب جنبها وهيعمل بها الراجل ده وانت هيسعم مصطرة? لا ده والله ده يستعمل بوكليز او او كاليبر زي ما يقوله. ويس المسافة اللي ما بين النقطة طين ويسجل. هنا اخذ الاراة البداية. وبيسجلها عنده. زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده برضو ياخد الاراة النهائية اللي هي اراها بعد التلات ساعات بالغليان. وطرح الاقتين. من بعض هيدي له او يدي له الاياس اللي حصل في التمدد للاسماد. هو كاتب النتيجة ايها تدام مننا. هنكتبع حاسبان مع بعض برضو على ورقة كده واته ونظرها مع بعضها لو الامور مش واضحة. واشكركم لحسن متابعتكم. وكان انا اخوكم عبد الناصر احمد باتبري ل lingerie x palette. واتمنى ان اكون اك skating. وارجوم معكم من التعليق. مساشو LYشون متابعتنا على وديو ويديو ووحينا في اسب�ك. واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.